ده النهار والمغربية جاية عبد الرحمن الأبنودي أربع سنوات من الرحيل أنا اللي ممكن أقول ده على فكرة أنت ما ينفعش تقولي هي اللي حبلت بالواد تقدر برضو جوزها يغيب ولا ولدها وما تتشوقش والله وكبرتي آية أنا كنت محتاجة صوته ويبقى موجود راحوا الحبايب بقى لهم عام والتاني راحوا الحبايب يقول أنا بس عايز أتطمن على آية وتتجوز أنا بعمل ده تنفيذاً لوصيته كل حب الدنيا دي في قلب لي بنت أغلى الناس علي روحي في لأول مرة تعرض قصيدة كتبها لعبد الوهاب وعن عبد الوهاب بصوته شوف الخال برضو وداني أسبانيا بعد وفاته حكايات الخال مع نهال تتصدير كتاب آآ آآ صحية حكايات مهمة صعبة جداً لدرجة إن أنا كنت بقفل على نفسي 3 أيام في الأسبوع أنا مش هموت قبل ما أقولوكم ما تفوتنيش أنا وحدي ما تفوتنيش أنا وحدي ما تفوتنيش أنا وحدي أفضل أخايل فيك ما تخليش الدنيا للعبية هو بمناسبة النسيان بقى يعني أنت هتدمعي وأنا هدمع وبعدين نقول ببعثلك ليكي والناس الجبالاية والبت عزيزة والودي عيد ألف سلام لسه الورود بتشق براعمها والفرحة بتلاعب نسايمها ونخاف من بكرة ليه من عارف بكرة إيه شكراً للمشاهدة